بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَّرَ وَيْتُمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هو الذي أنزل السكنة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض فكان الله عليماً حكيماً ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزاً عظيماً ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوق وغضب الله عليهم ولعنهم وعدلهم جهنم وساءت مصيراً ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزاً حكيماً إن أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزله وتوقره وتسبحوه بكرة وأصيلاً إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق إيديهم فمن نكت فإنما ينكس على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً سيقول لك المخلفون من الآراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بأسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فما يملك لكم من الله شيئاً إن راض بكم ضرراً أو راض بكم نقعاً بل كان الله بما تعملون خبيراً فظننتم أن لا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبداً وزيين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوماً بوراً ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن أعتدنا للكافرين السعيراً ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعد بمن يشاء وكان الله غفوراً رحيماً سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قلناً تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بتحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلاً قل للمخلفين من الأعراب يستدعونا إلى قوم أولي بأساً شديداً تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجراً حسناً وإن تتولى كما توليتم من قبل بعذبكم عذاباً أليماً ليس على الآم حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذاباً أليماً لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوب فأنزل السكينة عليهم أثاباً فتحاً قريباً ومغانم كثيرة تأخذونها وأكأن الله عزيزاً حكيماً وعادكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هادي وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية مننا ويهديكم صراطاً مستقيمة وأخرى إن تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديراً ولو قاتلكم الذين كفروا لا ولوا الأدبار ثم لا يجدون وليها ولا نصيراً سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبذيل وهو الذي كف أيديهم عنكم وإديتهم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفرتم عليهم وكان الله بما تعملون بصيراً هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي مع كوفاً أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم وأنتطأوهم فاتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً إذ جعل الذين كفر في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزم الله سكنته على رسوله وعلى المؤمنين وأزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليماً لقد صدق الله رسوله الرؤية بالحق لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمننا محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من ذلك فتحاً قريباً هو الذي أرسل الرسوله بالأدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يتعون فضلاً من الله ولطواناً سي معهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرعاً أخرج شطأه فأزره فاستعرض فاستوى على سوقه أجب الزراع ليغضبهم والكفار وعاد الله الذين آمنوا عمل الصالحات منهما غفرة وأجراً عظيمة